لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة الساعة 11-8-4-3 اهلا وسهلا بيا حضراتكم كالعادة نبدأ دايما بموجز الاخبار الموجز بيقول ان الاسماعيلي فاز على القطن الكاميروني بهدفين لبير محمدي وكريم بامبو ووضع قدم في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا الاهل بيعلن توقيع مارتين لاسارتي على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونص ومعه مدرب مساعد ومدرب احمال سيد عبد الحفيز مديرا للكرة محمد يوسف مدربا عاما سمي امصان مدرب مساعد وطارق سليمان مدرب للحرس محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يعيد تشكيل قطاع الكرة في النادي الاهلي ويطيح بحسام غالي ومحمد فضل وحيسام عربي الوينش يعود للمشاركة في مران الزمارك بعد تعافيه من الاصابة في العدرة الضمع وتدريبات تأهلية لطارق حامل كريستان جروس يرفض فكرة عودة شيكابالا ومحمد عنطر يطلب الرحيل للحصول على فرصة افضل للمشاركة اهاب جلال وصل الى القاهرة ومنها الى سامير حلبية رئيس النادي المصري واكتماع مع مجلس ادارة النادي المصري اللي وضع الاتفاق على خارطة طريق الاصلاح في النادي المصري في الفترة المقبلة احمد حسام مئميدو مدربا مؤقتا ومستشارا فنيا لنادي الوحدة السعودي حتى نعاية الموسم خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الجزائر طرف التطبيق قرار اتحاد شمال افرخي لكرة القدم الذي يسمح بالتنقل للعبين بين مختلف الدوريات ومصر هتحزو حزوها ريفر بوليو حافظ على صدارة الدوري الانجليزي بثلاث اهداف مقابل هدف في مارمال مان يونايتد وارسنال يسقط امام ثاوس هامتون بثلاث اهداف مقابل هدفين وعندنا كل نتائج البطولة الافريقية خلينا نروح الى التفاصيل اعزائي المستمعين ونبدأ من الاسماعيلية حيث فاز الاسماعيلي على القطن الكاميروني بهدفين مقابل لاشيء القصة مش قصة فوز الاسماعيلي على القطن تنصف القصة فيها حاجات كتيرة جدا جدا استعادة ثقة عودة الجماهير الشباك النظيفة مرة جديدة مع محمد فوز الحارس بعدما كانت في حالة من الرعب في الاسماعيلية ده عصام الحضر يمشي مش حلاي جون اللعبة بدأت تسجل اهداف مرة تانية المدرب الجديد قاعد في المدرجات بيتفرج على المباراة يعني حاجات كتيرة جدا موجودة في الاسماعيل تعال نروح نقرب شوية من الصورة نروح للكابتن احمد اناوي المدرب العام للنادي الاسماعيلي بعدما نقول لك صباحا تقول لها كابتن احمد والف مليون بفكر حضراتكم عزيزي المستمعين انه الاسماعيلي تعاخد مع البلجيكي سيدومير جانوفيسكي ده المدير الفني الجديد للاسماعيلي هو درب كتير في بلجيكا وله سيرة ذاتية جيدة فضل النهاردة انه تابع او انبارح فضل انه تابع المباراة من خلال المدرجات ويعني حصل حوارات ما بينه وما بين الجهاز الفني لكنه لم يتعرف على اللعبين بشكل جيد حتى هذه اللحظة هو حيقود الاسماعيلي في لقاء العودة باذن الله كل تمنات بالتوفيق للنادي الاسماعيلي لانه امر مهم جدا وجود النادي الاسماعيلي في دور المجموعات الاسماعيلي هو اول بطل افريقي طيب انبارح كان يوم مشهود في النادي الاهلي الاهلي كده اذا ما تقوله كده ايه خدنا على اخوانا يعني رأس الناس كلها وانبارح خلص كل حاجة انبارح الاهلي استقر على مدربه وجاب المدرب كمان امرت اللاسارتي الارجواني اللي انا قلتلكه امبارح كل تفاصيله من اولها الاخرها ووضح قصته ووضح سرته ووقع العقد النهاردة او امبارح وقع العقد في النادي امبارح كان في وجود كابتن محمود الخطيب الاول وبعد كده كابتن سامير عدلي بعد كده كابتن سيد عبدالحفيز بعد كده امير توفيق والراجل عمل جولة في النادي الاهلي بالصدفة انا كنت متواجد في النادي الاهلي امبارح وشفته كان ماشي في حالة انبار لانه عارفين حضراتكو الفرق في اوروبا وفي امريكا الجنوبية مفيش نادي اجتماع كده مفيش جنينة ومفيش مطعم ومفيش حضائق ومفيش جم لا 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 تبع حاجة خاصة بكرة القدم فقط لا غير فالراجل يعني امبارح وبيتجول في النادي كان في حالة انبهار وحالة سعادة واستحب اتنين مساعدين معاه المدرب سباستيان وده كان لعيب في المنتخب الرجواني وايضا مخطط الاحمال الخفير وكمل هو بمحمد يوسف مدرب عام وسامي امصان هيكون مساعد مدرب معاه وطارق سليمان هيكون مدرب حراس مرمى ويعود عدل مصطفى لتدريب فرقته اللي كان بدربها فرقة 2003 لكنه الاكتر ان الاهل امبارح اعلن كل التفاصيل بعد اعادة هيكلة وتشكيل قطاع كرة القدم من اوله لاخره قطاع كرة القدم الغى تماما قصة اللجنة الفنية مبقاش فيه لجنة فنية بقى مشرف عام على الكرة هو كابتن محمود الخطيب ولغى اللجنة الكرة عفوا وما فيش اسمها لجنة فنية في حاجة اسمها لجنة اكتشاف الموايب بعد اعتزار كابتن علاء ميهوب تم اسندها لكابتن محمود صالح ويعاونه كابتن ناجي خليل وكابتن حمدى برادي وكابتن صدي الجمال ادارة التعاقد كمان او التعاقدات قبل استقالة فضل وحسام غالي وتمر استغناء عن خدمات هيسم رابي واصبح عدل قياه مستشارا للتعاقدات وامير توفيق مديرا للتعاقدات كمان حصل تعديل في قطاع النشئين باعلان هشام حنفي مساعدا لمدير القطاع كابتن فاتح مبروك وخالد بيبو مديرا عمل لقطاع الاكاديميات دي تقريبا كل التغييرات اللي حصلت في النادي الاهلي بالامس وخلصت الحكاية وخلص الموضوع عند هذا الحد ويبدأ الاهلي صفحة جديدة بدءا من الغد كل التمينات بالتوفيق بإذن الله فاصل ونرجع تقريبا كل التغييرات اللي حصلت في النادي الاهلي الموسم بشكل رائع لكنه بتيجي مباراة واحدة بتعمل مشاكل لبعض اللاعبين وده اللي حصل مع كوليبالي في المباراة النهائية مباراة المصري حصل مع عدد كبير جدا من اللاعبين هل الاهلي هيستغنى عن كوليبالي رغم ان الاهلي عنده أزمة في هذا المركز انتوا عارفين بيتطر أحيانا أنه يلجأ لي أحمد فاتحي ويلجأ لمحمد هاني مع كثرة الإصابات لسعد سمير ومحمد نجيب الله أعلم إيه اللي حيحصل لكنه هو بالعقل برضو أزاره موجود أجايه موجود عليه معلول موجود جرالدون لي جاي الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل في الفترة القادمة في النادي الآن خلينا نروح للنادي الزمالك كريستي انجروس المدير الفني لنادي الزمالك أبلغ إدارة النادي أنه مش عايز شيكبالا يعني كل اللي احترموا التأدير ليه لكنه قال أنه مش عايزه أنا فرقتي كاملة وطريقة لعبي لن تتناسب مع شيكبالا وبالتالي شيكبالا يختار من نادي تحس كندري اللي عايزه بقوة في نفس الوقت محمد عنطر اللي كان من الأسيوتي الموسم الماضي لنادي الزمالك وقدم عروضا طيبة عايز يمشي وكمال لأنه قال أنه أنا ما بلعبش ومش واخد فرسيتي بشكل جيد وبالتالي بفضل أن أنا أرحل عن نادي الزمالك إن شاء الله على سبيل الأعرى حتى نهاية الموسم لأنه واضح أنه مش في حسابات المدرب سباستيان جروس أو كريستيان جروس هنشوف إلا هيحصل خلال الأيام القليلة القادمة الزمالك بوضوح شديد جدا عشان حضرانك تبع عارفين بيدور على مركزين مركز الزهير الأيصر ومركز المهاجم رأس الحرب الزهير الأيصر اللي موجود في مصر المتوافر هو سيد سلم ظهير ودي ديك ده سيد سلم رفض أنه يجدد عقده مع ناديه وبالتالي أعتقد أنه قريب جدا من اللاعب نادي الزمالك أما رأس الحربة فإما يكون رأس حربة من الخارج على حساب حميد أحداد لأنه أحداد يعني لم يثبت وجوده مع نادي الزمالك ولم يقنع المدرب جروس وأعتقد أنه أحداد أيامه أصبحت قريبة مع نادي الزمالك في نفس الوقت نادي الزمالك كشف عن موجود في المفاوضات في الفترة الحالية عن استعادة أحمد داودة مرة أخرى المعار لنادي الاتحاد السكندري أنه يرجع في يناير لكنه بشرط في حالة حصول نادي الاتحاد على محمود عبد العاطي الشهير بدونجة ده كان طلب نادي الاتحاد السكندري لمدة ست شهور لأنه على سبيل الفعل عرى أو المبادلة هل بالفعل سيوفق نادي الزمالك ووفق نادي الاتحاد على هذه الصفقة الله أعلم كل وارد في الفترة القادمة لأنه العلاقات طيبة جداً بين الزمالك والاتحاد السكندري نروح ترى النادي الاسماعيلي أعزائي المشاهدين اللي بالفعل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة